السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير اهلا بكم معي في فيديو جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض افكار حلوة جدا جدا من الازايز اللي هي بتاعة البريل او السائل بتاع غسيل الاطباء. ان شاء الله الافكار تعجبكم. طبعا متنسوش تحطوا لايك على الفيديو واشترك في القناة وتعلي بنا نشوف اول فكرة معينا. اول فكرة معي هحتاج فيها تلات ازايز من الازايز بتاعة البريل دي. هبتدي بالقلم كده اجي في الجزء الورا ده ويعني اعلم كده بخط كده. علشان انا طبعا هقطع دلوقتي بالقطر. آآ لازم ان انا اعلم كده وكله يبقى خط واحد. بشكل انت شايفينه ده. هنعمل كده في التلات ازايزة اللي معينا. باجي كده من على الخط الورا ده من على الحز ده كده. وهبتدي ان انا مشي بالقلم. بحيس يبقى الخط آآ متواصل ومزبوط. بعد كده هبتدي ان انا ادخل بالقطر بقى لشان خطر افتح آآ ويسهل معي كده وبعد كده ممكن نكمل بالمقصة عادي. بالشكل انت وشايفينه ده بقطعنا كده الجزء اللي فوق ده طبعا مش هنرميه لسا هنكمل بيه افكار تانية فخليه برضو على جنب. وحتى الغطيون بتاعة الازايز برضو هنعمل بيها آآ فكرة. فبردو خليها ما ترميهاش آآ هنعمل بيها برضو فكرة تانية. كده بالشكل ده كده قصيت الازايز وكمان هنساوي برضو الاطراب بتاعتها من فوق كده. دلوقتي معايا آآ اللي هو الستيكر. عارفين طبعا الستيكر اخترت الشكل ده والنقشة دي هبتدي ان انا آآ يعني احط كده على الازازة. هغلف بيه الازازة كلها بناخد طبعا المقاس مضبوط. ونقطع على قد الازازة. آآ انا الستيكر اللي معايا ده علشان خاطر اغلف بيه ويطلع الشكل مزبوط. هتطر ان انا اقطع الستيكر بتاع الجزئين. هنعمل جزء في آآ يعني الازازة من قدام والجزء التاني في ظهر الازازة. علشان خاطر الازازة دي فيها منحانيات وكده فبردو عشان الشكل يطلع معانا كده مزبوط. بصوا كده معايا هاجي في الجناب وبقطع قطع كده وهبتدي ان انا آآ آآ افرج كده وازبط كويس جدا. وهنعمل كمان من الضهر. وطبعا اي زيادة كده طالعة من فوق آآ او من تحت هتزي ان انا اقشلها بالمقص. طبعا انا جلفت كده التلات ازاز اللي معايا اللي انا هكون محتاجون في الفكرة بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفينه ده. ومعايا كمان الرول الرول ده تخين كده وعريض ويق متين. هبتدي ان انا اقصه بالشكل ده كده. وكمان هلونه. آآ انا لونته باللون الدهبي زي ما انتم شايفين خدت المقص كده بالطول بحيس يبقى اطول من الازاز. آآ ولونته ممكن كمان برضه التدهنيه قصدي ممكن برضه تحطيله الستيكر نفس اللي احنا حطناه. بعد كده حبيت ان انا ازين الازاز بتاعتنا فحطت لها كده على الاطراف آآ شريط كلفة. لونها دهبي برضه كله كده عشان يبقى كل الالوان يعني متناسقة مع بعضها. هنحط على الطرف بالشكل ده في كل آآ الازاز. طبعا الحاجات دي بتتج من محلات اللي بتاعت الخيوط. كمان هحط بالنفس الشريط على الرول اللي معايا. دلوقتي نبتزي بقى ان احنا نجمع وآآ نعمل بقى الفكرة بتاعتنا هبتزي ان انا آآ آآ الثلات ازاز بشكل انتم شايفينه ده حوالين الرول كده هو. آآ طبعا ضغطي كويس جدا علشان تبقى ماسكة معاكي كويس طبعا دي كده ممكن تحوليها لمنظم في المطبخ. تحط فيه المعالق بقى تحط فيه الشيوك تحط فيه معالق بتاعت الغرف زي كده آآ الفرش المقصوت يعني ممكن تستخدميه كذا استخدام. ده مسلا نستخدام منهم وممكن كمان يبقى منظم برضو على المكتب هيبقى حلو جدا وهيلمي معاكي كل ادوات المكتب بتاعتك. ده كده شكله النهائي. تكريته بسيطة وسهلة كده زي ما انتم شايفين ومش باين خالص ان هو طبعا معمول من ازاز بريليا. يعني بالفكرة كده انا يكون عجبتكم ومحطيش لايك لحد دلوقتي حطي لايك على الفيديو وتعليه بقى نشوف الفكرة التانية. الفكرة التانية اللي معايا هستخدم فيها الجزء الفقاني او الاجزاء اللي احنا قصناها من من الازاز في الفكرة الاولانية. هنفك منها الغطيون كده برضو ما بقول لكم خليها عشان هنعمل بها فكرة تانية. آآ كده دول هنشيلهم على جنب. بعد كده هيبقى معانا بقى الاجزاء اللي احنا قصناها. هيدي اللي احنا هنستخدمها. هياخد كده واحدة منهم وهبتزي ان انا آآ بالقطر اشيل رائبة الاز اللي فيها. مش هكون محتاجيها سخاني القطر او اقطاعي كده زي يعني الطريقة اللي تريحك. هناخد منهم اتنين واحدة هقطعها واحدة هقطع رائبة الازازة بتاعتها والتانية مش هقطع. وعلشان خطر بقى ان انا سبيتهم في بعض بالشكل اللي انتو شايفينه ده. احتاجت معي سلوتيب عادي جدا طبعا موجود عندنا كلنا. همسكهم في بعض بالطريقة اللي انتو شايفينها دي. وطبعا هي مفتوحة من تحت. فجبت قطعة كارتون دائرية كده. آآ وقفلتها. و حطيت طبعا آآ من الشمع وبعد كده هبتدي ان انا هشيل الزيادات وساوي كده كده كويس جدا. دلوقتي معي الخيط ده خط كتان او خيط بتاع حبل الغسيل. طبعا بقى الخيط ده هيغطينا كل الديفوهات وكل الحاجات اللي انتو شايفينها مطرح اللازق ومطرح الكارتون اللي احنا حطناه. وفي اخر هتتحول معنا يعني التوحفة فنية. هبتدي دلوقتي ان انا اليف في الخيط كده زي ما انتو شايفين كل ما بحط آآ بلف كده شوية خيط كل ما بحط من الشمع. خصوصا في الجزء الاولاني لازم يتسبتيه كويس جدا جدا بالشمع علشان ما يفكش معك بعد كده. كمان كنت حب اقول لكم ساعات كتير جدا بتيجي تعليقات بتقول لي مسلا انا عندي شمع والشمع آآ مسلا مش بيلزق كويس وبيفك وكده فآ آآ يعني ممكن في ناس كتير ما تعرفش ان الشمع يفيه منه اصل وفيه منه تقليد وفيه منه بيلزق وفيه منه آآ بعد ما بتلزقي كده وتسبيه بتلاقي بيفك ولا كأنك حطتي حاجة خالص فلازم تتأكد ان الشمع اللي انت جايبها يا شمع اصلة وانا كنت عامل لكم فيديو مخصوص آآ ليه ازاي انتعرف الشمع الاصل من التقليد وكمان آآ كلمت عن مسادس الشمع وكده باستفوضة يعني. بعد كده طبعا ببتزي انها الف الخيط كده لغاية الاخر زي ما انتوا شايفين ونحط شمع كويس جدا على الطرف. ونساوي كده الطريق بالشكل ده. بعد كده هبتي ان انا زينها فجبت معي استراس لونه دهبي. خدت منه شريط واحد بس. عشان ما بقاش يعني افورت في الزينة وكده فحط شريط واحد في الجزء ده كده. ومع عندي آآ عارفين زي خرص كده او آآ مش عارفة اسمه ايه. بس كان مقطوع كده يعني من حاجة قديمة. حطيته بالشكل ده عملت شكل وردة. زي انتوا شايفين كده معي. آآ وبعدين حطيت واحدة من فوق برضو علشان تداري مطرح الخيط. لسه طبعا ده كده شكلها النهائي فوزة بسيطة جدا جدا سهلة خالص خالص. وكمان تقيلة يعني محملة الخيط آآ بيتقيلها وبيخليها آآ تقيلة والقوية يعني. طبعا حطيت فيها ورد. الوردة الموف حتى الوردة الموف دي كنت عاملها برضو معاكوا قبل كده. من اللي هو الفوم. دي كده شكلها النهائي يا رب يكون الفكرة تانية عجبتكو. سهلة وبسيطة جدا جدا. بالنسبة بقى للفكرة التانية معي قطعة كارتون قوية متينة. آآ هابتدي ان انا اخد كده على شكل الخشب وهبتدي ان انا الزقها عليها. بالشكل انتوا شايفينه ده. هي كان عليها ستيكر يعني بس قديم. آآ فحطت لها كارتين جديد خامتوا احسن شوية واقوى شوية. آآ انا حابة شكل بتاع الخشب كده. زي ما انت شايفين بعد كده طبعا زي ما قلت لكم اللغة دي احنا مش هنرميها هنستخدمها. هستخدمها معكم في الفكرة دي هبتدي ان انا الزقهم آآ التلاتة كده جنب بعض. حابة تحطيهم زي ما هما كده بلونهم تمام حابة ان انت تغيريها تغيري لونهم وترشيها مسلا او حاجة. او حتى تلفي عليها فوم او خيط زي ما انت عايزة. ثبتهم كده بالشكل ده اللي انتو شايفينه. ودي تقدر تقدري تستخدميها زي حامل كده او تعليقة. في المطبخ اه تعليقها بلازق دا بالفيس وتعليق عليها الفواب بتاعتك. آآ او ممكن في الحمام او ممكن وراء باب الاوضة. آآ بشكل اللي انتو شايفينه ده. طبعا الافكار بتاعت النهار ده كلها سهلة وبسيطة. آآ ومن حاجات يعني طبعا كلنا بنرميها يا رب الافكار بتاعت النهار ده تكون عجبتكو. عجبكو بالمنظم ولا عجبكو الفوزة ولا عجبكو التعليقة. طبعا اكتبولي في الكومنتات رأيوكو ايه? واني فكرة عجبتكو اكتر. ما ننسوش كمان تحطوا لايك على الفيديو لو عجبكو. اشتركوا في القناة لو كنت جديدة معينا. وفعالي الجرس على علامة الكل. ودعو الله اشوفكم فيديو جديد قريب جدا مع السلامة.